جعجعة بلا طحين وحراك بلا فاعلية هذا أدق وصف لما يقوم به الكاظمي في الفترة الأخيرة قبل الانتخابات من مؤتمرات وحوارات على المستوى الداخلي والخارجي ومع الأخذ بعين الاعتبار الهدف الدعائي الانتخابي من هذه المؤتمرات إلا أن أكثر ما يلفت النظر فيها هو مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في العراق فالكاظمي لم يأتي بجديد في هذا المؤتمر وإنما يكرر استعراضات سابقيه قبل كل انتخابات المالك والعبادي وعبد المهدي كلهم دندنوا حول الأموال المهربة إلى الخارج دون أن ينسلوا أنفسهم من هرب هذه الأموال وبرعاية من وتحت أي ظرف ينهب المال العام في العراق مصادر متعددة تتحدث عن هدر المالي يقدر بتريليون دولار منذ عام 2003 ومن يشاهد حجم ملفات الفساد يدرك أن الاختلاس ونهب الموازنات هي عملية ممنهجة لم تتوقف منذ تشكيل حكومة الاحتلال الأولى ولما غرق العراق بالديون وبدأت مرحلة الانهيار الاقتصادي بدأ الحديث عن الأموال المهربة وضرورة استعادتها في عملية أشبه بالمستحيلة لوجود عوائق قانونية وسياسية فمن ناحية ليس من السهولة بمكان استعادة الأموال المهربة المودعة بالمصارف العالمية إذ أن جميع المصارف الدولية تعتمد السرية الكاملة في حفظ الأموال ومن ناحية أخرى ناهب هذه الأموال محميون من جهات حزبية وميليشيات تعد هي الدولة كما أن نهب الأموال هي عملية مشتركة بين كل الأطراف التي دخلت حلبة السياسة في العراق وكما هو معروف المشتركون في جريمة واحدة لا يمكن لهم أن يفضحوها فكل طرف له مستمسك على طرف آخر قبل عام حاول الكاظم بإسلوب المستجد مساومة سراق المال العراقي بأن يعيدوا جزءا من هذه الأموال مقابل تبيض صفحتهم إلا أن تلك المحاولة فشلت فكيف باستعادة كل هذه الأموال التي تعتبر في عداد المفقودة